بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائك ومعدن العلم وأهل بيت الواح اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامر يأمنوا من ركبها ويغرقوا من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياف المضطر المستكين وملجأ الهارفين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواسات من قد ترت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته من كاب الرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأدب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه نجوع لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنى على الإسطنان بسنته فيه وليلي الشفاعة لداي اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة وقامت عني راضيا وعن ذنوبي راضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر